في البداية دعني أوجه هذا السؤال ما هي الكفاءة اللي تعطي السلطة للرسول بولوس يتكلم كرسول ويكتب إلى هذه الكنيسة شيء تاني خلال هذه الدراسة رح نتعلم عن بولوس كما كتب في الآية الأولى بولوس رسول يسوع المسيح ويكتب إلى القديسين في أفسوس والمؤمنين بالرب يسوع المسيح نعمة وسلام لكم هذه الآيات الأولى مهمة جدا تعتبر بداية الكتابة بالوحي من الروح القدس فالرسول بولوس يعرف عن نفسه أنه رسول ثم أيضا في خلال أو من خلال الرسالة يعرف عن نفسه أنه أسير وفي نفس الوقت سفير لكن سفير في سلاسل ولربما هذه الكلمات تبدو متناقضة لأول وهلة رسول أي عنده الشرعية والرسولية اللي أخذ هذه الدعوة مباشرة من الرب يسوع المسيح لكن كلمة أسير تعتبر كلمة سلبية كلمة سجين بولوس رسول يسوع المسيح ومن الذي يعطي الحق والشرعية؟ الرسول طبعا ينبغي أن يكون من تلميذ المسيح أو عاش وشاف يسوع المسيح الرسول اللي اختبر وشاف قيامة يسوع المسيح الرسول اللي اختبر حضور إلهي بشكل خاص وبعلاقة مميزة التعامل فيها مع هذا الشخص لكي يكلفوا ويرسلوا بهذه الدعوة الإلهية جميعها اتحققت في بولوس الرسول فالرسول بولوس التقى مع المسيح الرب المقام على الطريق إلى دمشق يعني شافه الرسول بولوس لما بيتكلم عن اختباره كان موجود في السماء الثالثة أي في محضر الله والرسول بولوس أيضا لما أخذ الوحي والإعلان كان موجود في العربية يعني أخذ هذا الإنجيل الأخبار الصارة مباشرة من يسوع المسيح فكل هذه الأمور وعدة عن عدة مرات رب يرسل ملاك أو بيظهر معاه في إعلان أو في ظرف معين لكن إله الشرعي أن يكون رسول وطبعا عندما دافع عن رسوليته قال أنه تعب أكثر من جميعهم وبحسب كورنتس الأولى 15 يقول أخيرا ظهر كأنه للسقط لما بيتكلم عن نفسه فهذه تعطي الكفاءة للرسول بولوس الرسول أن يكون رسول وأن يتكلم بالسلطة الرسولية أيضا اشتركوا في القناة